موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معنا منحة دراسية ممتازة جدا جدا في افضل دولة من دول العالم بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي حابة ببضح لكم ان ده الويب سايت الخاص بنا هتلاو عليه منح وفرص كتيرة جدا بالاضافة كمان القناة بتاعتنا ايضا موجودة على منح وفرص كتيرة جدا ويا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهولة فور نزولها طيب خلينا نتكلم عن منحة النهاردة ونشوف ايه هي المنحة دي وفي اي دولة وايه المميزات الخاصة بيها تمام طيب منحة اللي عندنا النهاردة هي منحة حكومة بروني وطبعا منحة اكيد في ناس كتيرة جدا سمعت عنها وهي تعتبر من افضل المنح الموجود حاليا وكمان من المنح المنافسة او في نفس مرتبة المنحة التركية وممولة بالكمل الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي بروني دار السلام وطبعا دي دولة تعتبر اغنى دولة اسلامية موجودة في قارة اسيا تعداد السكان في الدولة دي قليل جدا فيها فرص عمل كتيرة مستوى الدراسة عالي جدا دولة يعني ممتازة جدا جدا تمام وممكن طبعا تكتبوا تتبحثوا عنها على الانترنت وتشوفوا التفاصيل الخاصة بالدولة وهتشوفوا ان فيه ناس كتيرة جدا بدأت بالفعل تتجه للدراسة في الدولة دي وللهجرة وللعمل فيها تمام طيب الدول المتاحة للتقديم في المنحة دي متاحة لكل دول العالم ولكن تعطي الافضلية لدول التعاون الاسلامي ومنها الدول العربية يعني هي متاحة للجميع ولو انت من دولة عربية هيكون الافضلية لك كمان تمام لانها دولة اسلامية وبتدي اه اه يعني افضلية للدول الاسلامية تمام طيب المرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي المنحة دي موجهة للباكالوريوس الماجستير والدكتوراه والديبلومات تمام يعني انت تقدر تقول المنحة دي شاملة الناس كلها متاحة للجميع سواء انت لو مخلص سنوية عامة او في اخر سنة من السنوية العامة بتقدر تقدم باكالوريوس. مخلص مسلا باكالوريوس او في اخر سنة تقدر تقدم ماجستير. هكذا مسلا مخلص ماجستير او في اخر سنة ماجستير بتقدر تقدم دكتوراه. مسلا عايز تدرس دبلومة معينة في حاجة بتقدر برضو. فهي متاحة لجميع اه المراحل الدراسية. طيب ركز بقى معي في التمويل اللي عندنا للمنحة دي. التمويل بتاعها صراحة خرافي جدا. تمويل اه يعني مميز وكل حاجة شاملها المنحة دي. المنحة دي ممولة بالكامل. هتاخد فيها مصاريف الدراسة بالمجان. كل رسوم الدراسة هتكون على حساب المنحة. انت مش تدفع اي تكاليف خالص. تمام? المنحة دي هتوفر لك تذاكر الطيران زهاب وعودة. لما تيجي طالع من بلدك. تروح بروني. ولما تخلص مثلا الدراسة وتيجي راجع. تذكرة الطيران برضو هتكون على حسابهم. كمان هيكون فيه بدل شهري المصاريف الشخصية. عوالي خمسمائة دولار بروني. تمام? انت هتاخد خمسمائة دولار بروني شهريا. تمام? دي عشان تكفي لك احتاجاتك الشخصية. احتاجت حاجة معينة محتاج تجيبها او كده. اه بتقدر انك تستخدم الراتب ده. كمان بالاضافة الراتب ده يعني هيكون خارج بدل الشهري للطعام. يعني انت الطعام هيكون لي فلوس اضافية هتاخدها كمان. في مية وخمسين دولار بروني عشان تغطي لك تكاليف الطعام. كمان هيوفروا لك الاقامة المجانية داخل مدينة جامعية. فيه سكن جامعي ممتاز جدا. هتكون مقيم فيه. هيبقى ليك بالمجان. يعني انت بتاخد راتب شهري. سكن واجبات تعم وتوفرة. تذاكر طيران. مصاريف الدراسة مجانة. ده لحد دلوقتي. خننا نكمل بقى المميزات. عندك كمان بدل سنوي لكتب ستمائة دولار بروني. هتاخد سنويا مصاريف الكتب بتعادل ستمائة دولار عشان تقدر تشتري بها الكتب. تمام? كمان في حاجة اسمها بدل لشحل حقائب الطالب بعد الانتهام من فترة الدراسة. هيدو لك زي مكافأة كده لما تيجي راجع بقى لبلدك. في مكافأة. طبعا الطلاب من احدى دول رابطة جنوب اسيا. الطلاب اللي هيكونوا من اسيا. هياخدوا 250 دولار بروني. والطلاب اللي من خارج اسيا اللي هو مثلا على سبيل المثال في دول عربية زي مصر وكده والجزائر والمغرب من خارج مثلا اسيا. هياخدوا 500 دولار بروني. تمام? دي كمكافأة ديك لما تيجي راجع لبلدك. كمان هتوفر لك تأمين صحي طول فترة الدراسة في حالة لقدر الله حضوص مرض او حادث ليه. هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنح. طيب خلينا دلوقتي نشوف الجامعات والتخصصات المتاحة. زي ما احنا قلنا هي منحة حكومية. تمام? منحة حكومة بروني. طالما قلنا منحة حكومية يعني مشارك فيها جامعات. مش هتكون جامعة واحدة بس اللي مقدمة المنحة او هيكون فيها الدراسة وانما مجموعة جامعات. عندنا اربع جامعات. تمام? مشاركة في المنحة دي. اللي هو بروني دار السلام. اه اسلام سلطان شريف علي. تمام? تمام? عندك اربع جامعات. الاربع جامعات دول فيهم كل التخصصات. اي تخصص بيجي في دماغك وانت عايز تدرس وبتلاقي موجود في اي جامعة من الاربع جامعات دول. تمام? ولو انت طبعا عايز تعرف تفاصيل كل جامعة والتخصصات اللي موجودة فيها بتضغط مثلا انا عايز اقدم لي بروني دار السلام. هضغط على كلمة هنا عشان اخش واشوف مثلا ايه التخصصات اللي بتقدمها دار السلام. يعني ايه الاشياء اللي موجودة فيها والكلام دي كل. هتلاقي مثلا هنا تفاصيل التخصصات الموجودة ببروني دار السلام. كل جامعة هتلاقي فيها التفاصيل والتخصصات. تمام? كده? فالطب موجود. سيدالة موجودة. هندسة. كل التخصصات. طيب. اه لغة الدراسة. معظم التخصصات هيتم التدرسها باللغة الانجليزية وهناك تخصصات قليلة باللغة العربية. مثل الفقه والشريعة والتخصصات الدين. الناس اللي هتدرس الفقه والشريعة والتخصصات الدينية هيتم تدرسها باللغة العربية. تمام? يعني مش هيتم الدراسة باللغة الانجليزية. لكن اه الناس اه اللي طبعا هتدرس اه تخصصات زي هندسة الحاجات دي كلها. طبعا لازم تكون بتعرف انجليزية. هم مش طالبين شارة لغة. منحة دي مش مطلوب فيها شارة لغة. ولكن بس تكون بتعرف لغة انجليزية عشان تقدر تدرس هناك. تمام? طيب شروط المنحة دي. المنحة دي شروطها ايه? اول حاجة يجب عالم متقدم لدراسة الدبلوم او البكاليريوس ان يتراوح عمره. بين 18 ل 25 سنة. لازم لعمرك ما يعديش ال 25 سنة. لو انت تدرس بكاليريوس او دبلوم. لو تدرس ماجستير او دكتوراه. عمرك ما يعديش ال 35 سنة. تمام? ده شرط العمر. كمان ما تكونش انت حصلت على منحة اخرى في نفس الوقت. يعني ما تكونش انت مقبول مثلا في منحة تانية. وعايز يعني تحصل على المنحة دي برضو. لا. لو انت تقابلت في منحة خلاص. اما بتكانسل منحة بروني لو جالك قبول فيها او بتكانسل منحة التانية. تمام? آآ طبعا ما يفضلش انك تجيب العائلة معاك. يعني المنحة دي ما بتشملش العائلة. تمام? هي بس بتكون شاملة للطالب المقبول. الاوراية المطلوبة عشان تقدم في المنحة دي اول حاجة مطلوب منك صورة شخصية. تحطها. تمام? اخر شهادة حصلت عليها. آآ اللي هي شهادة تخرج مسلا بتاعتك سواء انت خلاص سنوية عامة او باكاليريوس. او لو انت في اخر سنة بتقدر تقدم بشهادة السنة اللي قبلها. تمام? وتكون مترجمة. كمان تجيب نسخة مصدقة من شهادة الميلاد او الباسبور. بتحط آآ صورة شات الميلاد تاعتك والباسبور. تمام? كمان مطلوب حاجة اسمها فيش جنائي. يزبط ان المتقدم للمنحة لا يحمل اي تهمة مدنية او جنائية. يعني ايه? يعني في حاجة اسمها ورقة الفيش الجنائي. بتتجاب من اي مؤسسة حكومية اللي هي مسلا زي ما بيسموها في مصر المدرية الامن مسلا او من اي قسم شرطة. بتجيب الفيش الجنائي ده. الفيش الجنائي ده بيكون مكتوب فيه انك شخص مسلا مستقيم ما بتعملش اي جرائم في بلدك شخص كويس. فهم عايزين كده. ان الشخص اللي يكون متقدم يكون شخص كويس. عايزين شهادة تثبت كده. تمام? طيب. آآ طبعا بقى لو عندك اي شهادات اخرى زي دبلومات آآ قرصات. الحاجات دي بتضيفها برضو. تمام? آآ الحاجات بقى كمان المطلوبة في مقالات على خطاب النية في مقالات نية مطلوبة يعني كزا مقالة لازم برضو تكتمهم بشكل كويس. تمام كده دي الاوراق المطلوبة. طيب كيفية التقديم. اول حاجة انت عشان تقدم لازم تزبط كل ورقك دول. بالاضافة هيكون في استمار التقديم. هنشوفها بعد شوية. الاستمارة دي لازم تملاها وتختمها في الاخر من وزارة الخارجية او من الصفارة الخاصة ببروني الموجودة في بلدك. تمام? وترسل الاستمارة دي مع الاوراق دي على هذا الايميل. تمام كده واضح? يبقى انت بتقدم من خلال الارسال الاوراق دي كلها مع الاستمارة اللي احنا نشوفها بعد شوية على هذا الايميل. طيب اخر معاد للتقديم للمنحة دي هو خمستاشر فبراير الفين واحد وعشرين. تمام كده? ده اخر معاد. يعني قدام ك ممكن نقول حوالي شهر عشان تقدر تخلص ورقك وتقدم في المنحة. هنا عندنا ملاحظة ان طبعا قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية. زي خدمة التقديم بشكل احتراف لاي فرصة ومنحة انت عايزة. لاننا لو عايز تقدم ان خلالنا على المنحة دي متاح. في الخدمة التانية تجهيز الاوراق بشكل احترافي. بنجهز لك الوراق بشكل عام. عشان تستخدمها في التقديم لاي منحة انت عايزها بنفسك. وتالت خدمة التقديم على الكورسات الانلاين عشان تزود من فرص قبولك في المنح والفرص. ولو عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمراء الخدمات موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. او هتلاقيها موجوده اسفل مقالة دي. هتلاقي هنا اللي هو رابط الاستمارات للتقديم من خلالنا. وكمان هتلاقي اراء الناس اللي قدمت من خلالنا سابق. تمام? طيب. دلوقتي بقى خلينا نشوف الاعلان الرسمي المنحة فيه التفاصيل دي كلها. هاتيجي تضغط على الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك. تمام? هنا انا هنريك كل اعلان الرسمي اللي موجود فيه كل التفاصيل ان انا قلتها. ده اه الموقع الرسمي لوزارة اه الخارجية خاص ببرون اي تمام? هتلاقي تفاصيل المنحة هنا. كتبين لك التفاصيل الجامعات المشاركة في المنحة. تمام? الدراسة هتبدأ في اغسطس الفين واحد وعشرين. زي ما هم محددين هنا اغسطس الفين واحد وعشرين. اه هتلاقي كمان هنا بقى التفاصيل الخاصة بالجامعات لو انت عايز تشوف كل جامعة هتلاقي الشروط هتلاقي المميزات الحاجات اللي بتوفرها تذكر الطيران ما الى زالك كل ده هتلاقي موجود هتلاقي ازاي تقدم هتلاقي كل التفاصيل هتلاقيها. تمام كده? طيب. دلوقتي لو انا عايز اقدم للمنحم. اعمل ايه? هتيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان نفتح معاك الابليكيشن فورم الخاص بالمنحم. تمام? هينزل معايا في صورة ملف وورد بالشكل ده. طيب. هتضغط عليه وتفتح الملف. الملف فهيفتح معاك بالشكل ده. دي الاستمارة بقى اللي انت لازم تملاها وتجمعها مع الاوراق المطلوبة التانية وترسينهم على الايميل. تمام كده? اول حاجة انت بتحط الصورة الشخصية بتاعتك في الحتة دي. تمام? بتحط هنا صورتك الشخصية. بعد كده لك اختيارين. تختار الجامعة اللي انت عايز تقدم لها وتختار التخصص. تمام? هنا بتختار الجامعة. انا مسلا عايز اقدم لجامعات بروني دور السلام. مسلا اختار الاختيار الاول. حط عليها علامة صح مسلا. تمام? واختار التخصص. ليه? الحقي اختار تخصص تاني واختار الجامعة كمان. تمام? الكود بتاع البرنامج ده ممكن تسيبه فاضي او ممكن تكتبه ده كود التخصص وبتلاقيه موجود في الملف الخاص بكل جامعة. زي ما انا كنت وردتكم ملتودكم كل جامعة تلاقي فيها التخصصات فبتخش على تخصصات كل جامعة وبتلاقي في حاجة اسمية كود قدام التخصص بتاخده بتحطه هنا. تمام? دي الاوراق المطلوبة بيقول لك ايه هي الاوراق اللي انت هتجاهزة ودي شرحناها خلاص. اول حاجة ما هنا بيطلب منك البرسونال انفورميشن معلوماتك الشخصية اسمك اسم العائلة رقم جواز السفر تاريخ ميلادك اه الدولة الجندر بتاعك كل التفاصيل بتحطها رقم تليفونك كل هذا بتحطه تمام? هنا بيقول لك تفاصيل خلفية التعليمية بتاعتك. مطلوب منك هنا تحط كل المدارس اللي انت درستها من فو سن الخمستاشر سنة. ايه هي المؤسسات اللي انت لتحقق بيها? من بعد سن الخمستاشر سنة. تمام? بتحطها هنا. هنا بتحط بقى ازا كنت انضميت لجامعة اسم الجامعة اللي انت انضميت ليها والمدرسة اللي انت فيها حاليا او اللي انت تخرجت منها سواء انت على حسب المرحلة اللي انت هتقدم ليها. تمام? دي لو انت مستوى يعني اعلى في اللي هي الانترناشنال والحاجات دي فدي برضو خانة ليهم. تمام? لو فيه اي لو فيه اي مثلا حاجات انت خدتها اا شهادة معينة خدتها تبع الدولة كل ده بتحطه هنا. تمام? او مسلا فيه برنامج حالي انت بتدرسه ولكن لسه ما كملتوش. تمام? او ناوي تبدأ مسلا برنامج فيه ما بعد بتحط اسم البرنامج ده هنا. هنا بتحط اللغات اللي انت بتعرفها اللغة الانجليزية مستواك فيها في القراءة والكتابة والتحدث ايه? لو بتعرف اللغة العربية وسن بتكتب فيها انك مستواك اا هنا بيقول لك التقييم المستويات اللي هو يعني انت مستوات كويس فيها المتوسط اللي هو ضعيف. تمام? بتحط مسلا بيعرف اللغة العربية كمان اللغة الفرنسية على حسب يعني شوف انت بتعرف اللغة ايه. هنا بقى المقالات اللي عندنا. هنا المقالات بقى بيقول لك مسلا وضح لنا اه الحاجات الاكاديمية اللي انت خدتها مسلا هل استلامت جوائز او كده على حسب لو انت كان عندك جوائز واحاجات استلمتها بتحطها في الجزاء دي لو عندكش خلاص بتسيب الجزء دي فاضية. هنا آآ آآ عايز يعرف منك التمحاطق المستقبلية في المستقبل الكارير بتاعك هيكون ايه? انت تطمح ان انت تشتغل ايه في المستقبل? تمام? بتحط برضو بتكتب المقالة دي بشكل كويس كده عشان برضو من الاشياء المهمة. هنا دي زي كده او زي هنقدر منها آآ ليه انت عايز آآ آآ تعمل دراسة في المجال دي على سبيل المسألة انا هقدم مسألة هندسة مدني. فلازم تكتب ليه انت عايز تقدم من الهندسة المدني تحديدا وليه اخترت دولة برونين. تمام? برضو تكتبها في المقالة دي. فدي ممكن نقول عليها زي موتيميشن ليه تركي. آآ فالحتة دي بقى بتاعنا الخبرة العملية. لو انت شخص اشتغلت في عمال معينة طول فترة حياتك بتقدر تضيف انت اشتغلت فين? بدأت من امتى الامتى? الشغل ده كان بدوام كامل ولا دوام جزئي. تمام? لو ما عندكش اي خبرة عملية بتسيب الجزء ده فاضي. لو طبعا في جواز اخرى اخدتها شهادات تقديرية كرسات بتحطها في الجزء ده. تمام كده? طيب. لو انت مسلا حصلت على منحة سابقا برضو بتحطها في الجزء ده. لو اي سكولر شاب انت حصلت عليه. لو انت خدت منحة قبل كده. مسلا واحد اخد منحة عشان يدرس باكاليريوس وعايز يقدم لليبرونية عشان يدرس ماجيستية. فانت اوضح سابقا انت خدت منحة في باكاليريوس. تمام? طيب. هنا بقى الخطابات التوصية. لازم تحط بيانات اتنين للتوصية. تمام? تحط اسم كل واحد المكان اللي بيشتغل فيه رقم تليفون والايميل بتاعه. تمام كده? طيب. وهنا بتكتب تاريخ اليوم وتحط بتاعتك الامضاء بتاعتك. هنا دي بقى دي نمازج لخطاب التوصية. اللي هو خطاب التوصية ان الشخصين اللي انت حطيتهم هنا. لازم كل واحد فيهم يملأ الخطاب ده. تمام? ويجاوب على كل الاسئلة اللي فيها. يعني انت بتديها الاستاذ مثلا بتاعك الشخص اللي عمل لك التوصية وبتخليه جاوب على كل الاسئلة دي. فده النموذج. تمام? ده سي وان اللي هو اه 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 خطاب التوصية الاول. سي تو اللي هو الشخص التاني اللي عمل لك التوصية. تمام? نفس الشي. طيب. دي بقى نيجي للفورم الاخير ده. الفورم ده بقى لازم يتمالى بواسطة الجهة المسؤولة في بلدك. اللي هو اما وزارة الخارجية الموجودة في بلدك او سفارة بروني الموجودة داخل بلدك. تمام كده? فانت بتروح للصفارة مسلا بتروح لوزارة الخارجية بتقول لهم انا ما اقدم على منحة في بروني وعايزكم تملولي الجوز ده. هما بياخدوا منك الملف ده بياخدوا منك الصفحة الاولى اللي هي دي. والصفحة التانية اللي هي دي وبيبدأوا انهم يملوك وبعدين يرجعوا لك الفورم مليان ومختوم. ولازم يعني الافضل كمان يكون عليه ختم. تمام كده? فانت بقى بحضرتك بتملع الفورم ده نفسك اللي من فوق كل الاشياء اللي فوق دي بتملاها. وبتاخد التوصيات من الاشخاص اللي عملوها لك وبترفقها مع الملف وبتاخد ايضا الفورم ده برضو ان الجهة المسؤولة عملته لك. وبتجمع الملف ده كله تمام? اللي هو اللي عندنا اربعتاشر صفحة بتجمعه. وبتروح واخد كل الاوراق اللي احنا شرحناها هنا. شفت الاوراق دي كلها اللي احنا قلناها هنا. وبتجمعهم في ملف بي دي اف. بتروح جابعاتهم على الايميل ده. ويبقى انت كده قدمت للمنحة بنجاح. تمام كده واضح? فكده انا شرحت لكم ازاي تقدم للمنحة انا شرحت لكم المميزات كل التفاصيل. ما تنسوش كمان اللي احنا بنوفر خدمة التقديم للمنح. وما تنسوش اخر معادة خمستاشر فبراير الفين واحد وعشرين. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق وليبوا ليكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.